لم يكن أمام المبعث الدولي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ من خيال سوى الاستجابة لرفض السلطة الشرعية القاطع للخارطة الأممية التي تقدم بها ووصفها الرئيس هادي بالمفخخة صحيفة البيان الإماراتية تحدثت اليوم عن اتصالات مكثفة يجريها ولد الشيخ مع الانقلابيين والسلطة الشرعية ليس لفرض خارطته المرفوضة من الرئيس هادي وإنما لتسليم الأطراف خطة سلام جرى تعديلها خلال اللقاء الأخير في الرياض للرباعية الدولية بشأن اليمن ولد الشيخ وبالتعاون مع الدول الراعية للتسوية استكملوا التحضير للجنة العسكرية في العاصمة الأردنية عمان على آلية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الشهير باتفاق ظهران الجنوب في العاشر من نيسان أبريل من العام 2016 وتكشف صحيفة البيان الإماراتية عن تفاصيل الخارطة المعدلة وتقوم أساسا على فكرة إنهاء الانقلاب وفقا لقرار مجلس الأمن 22-16 وعبر انسحاب الميليشيات وتسليم السلاح قبل الانتقال إلى المسار السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية وهو الأمر الذي يرفضه الانقلاب ويسر على البدء بالمسار السياسي أولا غير أن تعديل الخارطة يمثل انتصارا سياسيا ودبلوماسيا لسلطة الشرعية وترجمة فعلية لوطيرة العمليات العسكرية التي تخذها قوات الشرعية على الأرض من العراق ولبنان إلى سوريا وأفغانستان واليمن تنتشر أكبر ميليشيا طائفية تتمثل بعناصر الحرس الثوري الإيراني تحت مسميات مختلفة تمارس الإرهاب المسكوت عنه دوليا حتى صارت إيران أكثر فصاحة في التعبير عن مخططاتها التوسعية وتفاخرها باحتلال أربع عواصم عربية تبلغ ميليشيا الحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا على المستوى العربي أكثر من 350 ألف عنصرا مدربا عسكريا والأهم من ذلك مسكونا بحقيدة طائفية تنظر للعرب السنة باعتبارهم كفارا فالمعركة التي تخضها إيران ضد العرب في سوريا والعراق واليمن يصفها مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي بحرب الإسلام ضد الكفر ميليشيا الحرس الثوري الإيراني أسسها الخميني عام 1979 فور سيلائه على الحكم وتتبع لما يسمى مرشد الثورة يعتبر الحرس الثوري الإيراني الحوثي نذراعا له في اليمن ضمن ما تسميه إيران بجيش التحرير الشيعي لتصدير الثورة الإيرانية ويحاكي عبد الملك الحوثي دور الخميني في اليمن من حيث تشكيل ميليشيا خارج الدولة للهيمنة عليها والتحكم بقراراتها نشأت ميليشيا الحرس الثوري الإيراني كقوة عسكرية خارج النظام وموازية للدولة ولها اقتصادها الخاص ويتبع لها ما يعرف بالباسج وفيلق القدس الذي يقوم بمهمة تجنيد وتدريب الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان والميليشيات الشيعية في كل من العراق وسوريا وأفغان السان وجميعها تكوينات طائفية يتم إعدادها بناء على تبعيتها لولاية الفقه الإيرانية وعلى الرغم من أساليب الدعاية والترويج الإيرانية لأسطورة الحرس الثوري الإيراني وأذرعه الطائفية إلا أن الثورة السورية والمقاومة اليمنية أسقطت تلك الأسطورة وأفشلت مخططات إيران الهادفة للسيطرة على المنطقة العربية آثار جرب أو مرض جلدي بادية على جسد عاصم هذا ما يتبادر إلى ذهنك في الوهلة الأولى لكنها في الحقيقة ليست كذلك بل شضايا وجراحات أحدثتها قذيفة مليشيا صالح القثي سقطت بجواره ورفيقه أسامة في الجهة الغربية لمدينة تعز والقذيفة قال لي من جنب الحوتاه ندر لها أقنبهم عورناهم هن قارسين قدام الباب ما هوش أحدا ما هوش غير القوال فقط منتقات الضباب حول الصناق أقول له قذيفة ملقوه هن قارسين بالشارع يلعبوا والقذيفة قالوا هذا كله شضايا فيهن مديا حالته أصعب من رفيقيه السابقين فالشضية أصابته في رأسه وجسده الضعيف لا يتحمل كل تلك البشاعة بشاعة قصف مستمر على رؤوس الساكنين بمدينة تعز جعل الإنقلابيون الأطفال هدفا لقذائفهم ورصاصاتهم وهي جريمة لا أخلاقية تتعارض مع كل المبادئ الإنسانية والحقوقية ما من يوم يمر بالمدينة إلا وترتكب الميليشيا الإنقلابية جريمة بحق الطفولة إما بمجزرة جماعية أو فرادة كما حدث مع مديا مديا كغيره من أطفال تعز لم ينالوا من ميليشيا الصالح والخثيس والإصابة إصابة ستلاحق المجرمين على كل المستويات يقول أهالي الضحايا أمين دبوان يمن شباب تعز للسنة الثانية على التوالي وطلاب مدارس نهم يعيشون حياة البوس والحرمان في مخيمات النزوح خارج محافظتهم بمنطقة كنبل جفرة بالجدعان وفي وادي الخانق بمديرية نهم شرق العاصمة صنعا هذان المخيمان اللذان احتويا على أكثر من ثلاثة آلاف طالب حرموا من التعليم بسبب الحرب المشتعلة في قراءهم بحوالي خمسمائة أسره نازح لهنا وجميع أطفالهم يعانون يعني من مشكلة له لا يوجد تعليم وقد مضى العام الأول بدون تعليم ونخشى أن يمضي هذا العام الآخر بدون تعليم ثمانية عشر مدرسة أغلقت بسبب النزوح الكبير الذي شهدته المنطقة ليعيشوا في المخيمات الحياة التي أرادتها لهم ميليشيات الجهل والظلام في هذا المخيم يمثل هذا الطفل دور أستاذه الذي قتلته الميليشيات الانقلابية ليجسد مشهد القتل والتجهيل الذي تنتهجه الميليشيات الحوثية والتي كان من أولوياتها أثناء اقتحام القرى والمدن احتلال المدارس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ونسف المعاقل التربوية التي تتبنت تربية الإسلامية السليمة أطفال هنا محرومين من التعليم ليس هناك يعني مدرسة قريبة أو اعتماد مدرسة هنا يعني لحيث بيصبح هذا الجيل يعني محروم من التدريس أطفال اليمن هم روح المستقبل القادم وها هو الروح يموت إن لم تتداركه الجهات الرسمية وتوجه بإنشاء مدارس في المخيمات لتواصل عملية التعليم التي أنهتها الميليشيات الانقلابية منذ أكثر من عام فيما المنظمات المحلية والدولية المهتمة بالطفولة لم تحرك ساكنا إلى الآن ولم تقدم أي مساعدة في الجانب التعليمي لهؤلاء الأطفال الذين يلاحقهم ظلام الجهل بعد هروبهم من لضى الحرب النزوح مأساة مكتملة الأركان لكن مأساة المأساة أن يظل هؤلاء الأطفال بدون تعليم في مكان النزوح محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب من مخيم كنب الجفرة بالجدعان مأرب